ومن أمام مقر الجمعية البرلمانية الألمانية في برلين معنا موفدنا للشؤون البرلمانية مازين حسان مازين هناك شبه إجماع إذن على أن حضوذ اتلاف بين الاتحاد المسيحي وحزب الخضر هي ضعيفة وضئيلة ما الذي يحول دون ذلك يعني عادل من الناحية البراجماتية والعملية يارا كثيرون داخل حزب المستشار أنجلا ميركا أن تشكيل الاتلاف مع حزب الخضر هو الخيار الأفضل فحزب الخضر هو الحزب الأصغر وبالتالي يمكن السيطرة عليه بشكل أفضل داخل الاتلاف الحكومي ولن يبالغ في مطالبه فيما يتعلق بالمقاعد الوزرية وفي تنفيذ بالنمج الانتخابي ولكن هناك خلافات ايديولوجية كبيرة جدا مثلا في ملف الطاقة يطالب الخضر أن تتخلى ألمانيا بشكل كامل عن طاقة تقليدية بحلول عام 2030 في ملف اللاجئين ألمانيا أن تستقبل ألمانيا المزيد من اللاجئين فيما تعلق بسياسة الأجانب في ألمانيا أن تمنح الجنسية المزدوجة لأجانب في ألمانيا كثير من الخلافات في الحقيقة أيضا في ملف الضرائب ورعاية الأسرة نعم مزيد يعني خلافات ايديولوجية يعني نعلم أنها موجودة مع الاشتراك الديمقراطي أيضا ورغم ذلك يكتب له حضوظ أوفر أتلاف بين الالتحاد المسيح والاشتراك الديمقراطي يعني كيف يمكن تفسير ذلك؟ يعني يبدو أن الخلافات الايديولوجية بين المحافظين والحزب الاشتراك الديمقراطي عاد الأقل منها بين المحافظين وحزب الخضر يعني بحيث يمكن التغلب عليها ويمكن يعني قراءة تصريحات المسؤولين من الاشتراكين والمحافظين خلال الأيام الأخيرة يمكن من قراءة هذه التصريحات أن هناك بوادر على تقديم تنازلات في القضايا الرئيسية الخلافية مثلا فيما يتعلق بوضع حد أدنى للوجور في ألمانيا أو فيما يتعلق بفرض مطلب الاشتراكين فرض الضرائب على أثرياء في ألمانيا يبدو أن هناك تقارب في هذه المسائل أيضا المستشارة ألمانية تطالب بحكومة مستقرة تشكيل حكومة مستقرة وهذا لن يتحقق إلا بتحقيق أو بتشكيل اتلاف مع الاشتراكين بحيث يكون لهذه الحكومة أغلبية كاسحة في البرلمان وأيضا في مجلس الولايات يعني أعتقد أن المؤشرات لتشكيل اتلاف كبير أكبر منها عن تشكيل اتلاف مع الخضر نعم شكرا جزيلا لك مازل حسن موفدنا للشؤون البرلمانية كنت معنا مباشرة من أمام مبنى الجمعية العامة للبرلمانيين الألمان شكرا لك ترجمة نانسي قنقر